اتهمت هولندا القوات الروسية بشن غارات وهمية على الفرقاطة ايفريتشين في البحر الأسود وفق بيان وزارة الدفاع الهولندية وفاد البيان بأن مقاتلات روسية حلقت على مقربة شديدة وأحدثت وضعا غير آمن عندما كانت الفرقاطة في جنوب شرق شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا وأشارت الوزارة إلى أن ايفريتشين كانت خارج المياه التي تعتبرها روسيا مياها إقليمية بعد ضم شبه جزيرة القرم ووصف وزير الدفاع الهولندي مثل هذه التصرفات من قبل الكريملين بغير المسؤولة وشدد على مطالبة موسكو بتقديم توضيحات حول الحادث المقاتلات لاحقت الفرقاطة عدة مرات بين الساعة الثالثة والنصف والثامنة والنصف مساء بالتوقيت المحلي لقد حلقت بشكل منخفض جدا وخطير ونفذت هجمات وهمية مزودة بقنابل وصواريخ جو أرض بعد عدة ساعات جرى تعطيل المعدات الإلكترونية الخاصة بإيفريتشين مثل هذه الإجراءات الروسية تعد انتهاكا لحرية الملاحة ولا توجد أسباب تبرر هذه الأعمال العدوانية من جانبها قالت وزارة الدفاع الروسية أن الفرقاطة الهولندية التي كانت تبحر في المياه المحايدة غيرت مسارها لتتاجها إلى مضيق كيرج الذي يعتبره لتحاضرسي جزءا من مياهه الإلكليمية أضافت أن مقاتلات من طراز سو ثلاثون وقادفات سو أربعة وعشرون حلقت بالقرب من السفينة على مسافة يفترض أنها آمنة شكرا